فإذا العبد تحقق بالصبر وتحقق بالشوء كان عنده عند المكاره والمساوي والمضار والشرور من الصابرين وكان عنده النعم والآلاء والعطايا من الشاكرين هذا عبدهم كامل لهم عبده لله في السراء والضراء عبد الإحسان وعبد الامتحان يسمونه في اثنين عبد كامل تعلمون يا أحبتي أن الدين عموما شطرا سبر وشكر هل هذه القسمة حصرية عاقلة؟ أنا أراها تقريبا حصرية عاقلة لأن القسمة إما أن تكون استقرائية فلا تكون حصرية وإما أن تكون عقلية فتكون حاصرة قسمة العقلية تكون حاصرة لأنها لا تحتمل وسطا يعني عندك طرف والمقابل وانتهينا وما يتفرع بعد ذلك الآن هل تخلو أحوال البشر من حيث هو بشر مؤمنا كان إيه؟ أو كافرة من نعمة وبؤسة؟ يا نعمة يا بؤسة هو هيك يبقى يكون في حال إيه نعيم؟ يبقى يكون في حال إيه؟ بؤسة وشقاء المسكين هو هيك الدهر يوما يوم لك أو يوم إيه؟ يوم نساء ويوم نسر هذا حال الدنيا ولذلك النبي صلواته ربي وتسلمته عليه وآله ماذا قال؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ولا يخلؤ من سراء أو ضراء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ولذلك الدين كله نصف صبر ونصف شكر فإذا العبد تحقق بالصبر وتحقق بالشكر كان عنده عند المكاره والمساوي والمظاهر والشرور من الصابرين وكان عنده النعم والآلاء والعطايا من الشاكرين هذا عبدهم كامل لهم عبده لله في السراء والضراء عبد الإحسان وعبد الامتحان بسموه عبد كامل في بعض الناس عبد الإحسان وعبد الامتحان يرسل في الامتحان للأسف الشديد ومن الناس من يعبد الله على حرف هذا عبد إيه؟ لوجهه واحد فقط هذا ليس عبد الله حقيرا ستقولي حلو يعني أحرص خمسين في المئة من العبودية صفر الخمسين تصوي صفر لأن العبودية لله لا تتجزأ وما في واحد ولا الأنبياء شوف رسول الله خيرة عباد الله طراء هل خلى من ضراء؟ هل خلى من أحزان؟ من هزيمة في حرب؟ من فقد عم وحبيب وصديق وصاحب وبنت وابن وولد؟ كل هذا حصل له من مرض من كلام حتى في عرضه الله لا إله إلا الله كل هذا النبي عانى منه إذن ما في أحد عنده إيه ضمانة أطلاقاً ولا وعد وعهد من الله تبارك وتعالى أن يكون إيه؟ عبد الإحساني فقط أني أحسن لك وأشكر أنت مقبول لا كله لا بد أن يمتحن إيش؟ بكلا وجهي الإمتحان بالسراء والضراء ليثبت أنه إيه؟ عبد لله في إيه؟ في الإحسان وعند إيه؟ الإمتحان كمان فتنين المنافقون قال لك آه إحنا بنحقق عبودية الإحسان بس منافق ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير أطمأ النبي طبعاً فرحانه خير حمده الله كله جميل والدين حلو ومحمد ممتاز والشرع حلو وأقدار الله ما في حسن منها وإحنا عبيد الله وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله وربنا حكى عن المنافقين بسورة النساء نفس الشيء الله قال لك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثة قال لذلك أغبياء هؤلاء حمخة كل من عند الله وهذه خطة الإبتلاء الإبتلاء باثنين ليس بواحد وأنت غير مخير تقول لي أنا فقط عبد الإحسان لا ما ينفعش عبد الإحسان من يأخذ صفر العبد الرباني عبد في الثنتين ترجمة نانسي قنقر